البداية ببطولة الرابط المحترفة الأولى لكورت القدم واليوم دارت أول مباراة لحساب الجولة السيسة من مرحلة التتويج في ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطوين اتحاد تطوين ينقاد لهذه معارضة على أرضية ميدان وأمام النيادي سبيقسي أربع هدف كاملة مقابل سفر سجل هدف السياسيس كل من اسماعيل دياكيتي في دقيقة 19 أشرف الحباسي في دقيقة 45 من ضرب الجزاء العراقي حسين علي سجل هدف الثالث في دقيقة 53 ومحمد كونتي اختتم مهرج الأهداف في دقيقة 58 انتسار يرفع به النيادي سبيقسي رسيده 9 نقاط في المرحلة الخمسة في المقابل اتحاد تطوين يبقى في المرحلة الأخيرة برسيدة 3 نقاط فقط بقية مواجهات الجولة هذه باشتتلعب غدوة الربعمة العشية النجم السيح ليستضيف اتحاد بن قردين بسفرة الحكم نظال الطيف الخمسة مطالعشية في أولمبي رادس درب العاصمة بين النيادي الافريقي والترجل يدي تونسي بسفرة الحكم الموريتاني عبدالعزيز بو ونهار لاثنين الخمسة مطالعشية مسك الختام باجراء اخر مباراة في الجولة هذه باشتج مع بيه الاتحاد المنسيلي والأولمبي البيجي بسفرة الحكم أيمن النصري نبقى مع الرابط الأولى وبالنسبة لبرنامج الجولة الثانية اياب من مجموعة تفيد لنزول اللي باشتتلعب نهار الاثنين لربعمة العشية مستقبل اسليماني واجه نجم المتلوي تحكيم باديس بن صالح أشرف الحركات يزفر مباراة النيادي البنزارتي مع الملعب التونسي وأمل حمام سوسة يستضيف أولمبيك سيدي بوزي تحكيم كريم الخميرية من الرابط المحترفة الأولى نمشي والرابط المحترفة الثانية واليوم كان الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الجولة الثامنة اياب من منافسات المجموعة الثانية واللي شهدت تعثر فريق الهمهامة مقابل التحاق قوف القفصة بالصدراء بالنسبة للنتائج نادي حمام لمفي اكتفيه بالتعادل السلبي أمام الملعب القيبسي سفر مقابل سفر قوف القفصة تفوق على مكالم المهدية هدف مقابل سفر شبيبت العمران ربحة سبورتينغ المكنين اثنين مقابل سفر سبورتينغ بنعروس ربح القلع الرياضية واحد بليش بنفس انتيجة الملعب السويقسي تفوق على جمعية جرباء والترجل جرجي سيتعادل أمام هليل المساكن سفر مقابل سفر الدفعة الثانية باش تتلعب بغدوة الاربعمة العشية لحساب المجموعة الأولى قمة الجولة باش يحتضنها ملعب حمد العواني بالقيروان وتجمع بين الشبيب الرياضية القيروانية وضيف مستقبل المرساة مباراة زفر الحكم يسري بعلي باش تكون منقولة اذا عين كما عودناكم على موجات الحياة فهم بقيت المواجهات مستقبل ويدلي ليستضيف النجم الراتسي تحكيم علي المختار وسامة شريتي زفر مباراة مستقبل المحمدية مع الجندوبة الرياضية النادي البنبلي يستضيف أولمبيك مدنين تحكيم نعيم حسني نصرى للجوادي حكم لمواجهات مستقبل جيبس مع النادي القربي وأمل جربة يستضيف أمل الركبة بتطوين تحكيم حمزة جعيدة في كورت السلة اليوم تلعبت الجولة الثانية من مرحلة السيبير بلياو تزوز مقابلات الملعب النابلي نهزم أمام الدياليا الرياضية بقرومبيليا بنتيج 59 مقابل 56 ونادي كورت السلة بالمهدية خسر على أرضية تميدان وإمام الشبيبير المنازل 66-65 في حين مباراة الشبيبير القيروانية والزهرة الرياضية تم تأجيلها إلى موعد لحقة في كورت الياد دانال لربعة تتلعب الجولة الخامسة من مرحلة تفيد النزول زوز مقابلات لربعة مطالع عشية جمعية الحمامات تتواجه نادي كورت الياد بجمال وسبورتين المكنين يلعب ضد نادي قصر السف عالميا في اللحظة هذه قعدة دور مقابلت الدور النهائي من مسابقة كائس ملك إسبانيا ريال مادريد متقدم على أساسونة هدف مقابل سفر في الشوطن الثاني نذكر أن فريق اللاميرنجي يسعى لتتويج باللقب رقم 20 في كائس ملك إسبانيا في المقابل أساسونة يسعى لتحقيق المفاشئة والحصول على أول ألقاب المحلية في تاريخه خارج تونس وفي البريمير ليغة الأنجليزية منشستر سيتي تفوق على ليتز يونايتد 2 مقابل 1 وليفر بول انتصر على برينت فورد هدف مقابل سفر في البوندس ليغة الألمانية فريبورغ اخسر أمام ليبزيك هدف مقابل سفر وفيردر بريمين اخسر أمام باير ميوناخ 2 مقابل 1 في الكالتوري تالي السرياء أهم وجهة اليوم في قمة الجولة الميلان تفوق على لازيو 2 مقابل سفر وفي قمة ثانية آيس رومان هزم أمام انتر ميلان 2 مقابل سفر في الليغان الفرنسية نيس تفوق على رين 2 مقابل 1 لونس انتصر على أولمبيك مارسي هدفين مقابل هدف نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساهم ممارسة الرياضة في تعزيز المناعة وتنشيط الذكرى بالإضافة إلى انقص الوزن وتخليص الجسم من الدهون والسكرية هذا كل ما عنا في ليف سبور أجمل تحيات سيدة رابل سي وإن شاء الله ليلةكم